موسيقى أقيم اليوم قدس السلام العالمي في كنيسة أم المعونات للأرمن الكاثوليك بحلب تضمن ترتيلا محبة وسلام بحضور عدد من رؤساء الطوائف المسيحية موسيقى هذه الأمسية هي أمسية صلاة من أجل السلام في العالم تحت شعار السلام كمسيرة رجاء ونحن نشارك العالم بهذا اليوم المبارك فنرفع الصلاة من هذه الكنيسة التي هدمت بسبب القزائف التي أطلقت عينا من قبل الإرهابيين ولكن بحمد الله ونعمته عدنا بناءها فنحن اليوم ندعو لكي يكون السلام بيننا نقول بأمسية السلام أنه مكان رسالة السلام ينطلق من حلب حلب التي عانت حلب التي صمدت حلب التي تعيد البناء هذا اليوم هو مخصص الصلاة من أجل السلام في العالم الذي نحن نعمل ندعو جميع الناس أن نصلي نصلي من أجل السلام الحقيقي والطمانيني في سوريا والازدهار وفي العالم نحن نتمنى السلام لكل العالم وخاصة لسوريا إن شاء الله بهذا العام الجديد ربنا بيفرج على كل المواطنين ونعيش بسلام بفرح إن شاء الله ويكون في عام بركة للجميع نتمنى للعالم السلام والمحبة والتهاء الأزمة بسوريا منهني شعبنا منهني قائدنا منهني جيشنا ونترحم على أنفس الشهداءنا اللي ضحوا كتير من شأن تحرير البلد فإن شاء الله سنة 2020 تكون سنة خير وبركاته وفرح وسعادة اليوم رسالتنا إلى العالم أجمع أن سوريا رغم الصعوبات التي رزحت وترزح تحتها من كافة أنواع الصعوبات لكنها أرض ومهد السلام ليس فقط ضمن حدودها الجغرافية وإنما إلى العالم أجمع لذلك أتينا اليوم لنرفع الصلاة لأجل سوريا ولأجل كل العالم ترجمة نانسي قنقر